دكتور هالة زايد وزير الصحة والسكان اعلنت عن استقبال 87391 طلب تسجيل من المواطنين للتبرع بالدم بعد 24 ساعة فقط من تفعيل حملة لتشجيع المواطنين المصريين على التبرع بالدم بالتعاون مع الوزارة ممثلة في خدمات نقل الدم القومية مع مواقع التواصل الاجتماعي وبالتحديد فيسبوك في خطوة هي الاولى من نوعها في الشرق الاوسط بيان وزارة الصحة بيقول ان مراكز التبرع بالدم على مستوى المحافظات الجمهورية استقبلت 1827 مكالمة لاستفسار عن هذا الامر منذ تفعيل الحملة وقال ان الحملة دي بتساهم في تشجيع المتعافين من فيروس كورونا ايضا بالتبرع بالبلازمة للمساهمة في علاج الحالات الحرجة بعد نجاح التجربة اللي تم تطبيقها في مصر على عدد من الحالات الحرجة في المستشفات وازهرت نتائج ميدانية مبشرة من خلال نسبة تعافي جيدة وتقليل لمدة زمن التعافي بعد حقن البلازمة تم تفعيل الخط الساخن 1536 لتلقي استفسارات المغاطنين عن التبرع بالدم والبلازمة داخل القاهرة واوضح انه هيتم تفعيله في باقي المحافظات تباعا خلال الايام القادمة الحياة عايزة اقول انه طبعا يعني المؤامرات مش عايزة اقول سبقى بخطوة لكن يعني مفيش حاجة صغيرة فيه ناس بتتوفر على تدريس ودرس وتحليل كل ما يحدث داخل مصر عشان الاستباق بتبويضه ان امكن يبقى كويس ما امكنش تبويضه نشكك الناس في جديته يبقى كويس ما عرفناش نشكك الناس نقول انه هو ملوش قيمة يبقى كويس يعني اي حاجة هنعملها هتجيب نتائج من هذا النوع تبقى حلوة يعني الحقيقة انا اوناشد اي فرد يضع نفسه في ميليشيا الكترونية لخدمة هدف هو مش مقتنع بي يعني شيء غريب جدا انت بتحاول تخرب مصر او انت بتحاول ترفع شخص او انت بتحاول تنزل شخص انت قدام ربنا ضميرك مرتاح لده ان انت تكسر من شعبية هذا الشيء ان انت تكسر من شعبية هذا الشخص ان انت ترجح كفة غير امينة ان انت الكتاب المقبس بيقول مبرق المزنب ومزنب البريء كلاهما مكرهة الرب اذا ما تتعرض له مصر من ميليشيات الكترونية قالك في انا ابني جيسي قالني قالي صحيح يا بابا في ستمائة الف واحد اتبرعوا ببلازمة بعد ما تعافوا من كورونا قلت له ازاي يا حبيبي اذا كان اصلا المصابين فقالي خمسة وثلاثين الف فطلع على طول تكذيب الحمد لله وعرفنا ان الكلام ده مش مظبوط ان الرقم ده يعني لا علاقة له بالسهل هو كل مطلوب ان انت تلبخ الدولة في ان انت ما تخليش اللي بيشتغل يعرف اشتغل يا وزارة الصحة بدل ما تشتغل وتحاول تساعد الناس على الشفاء وتعالج الناس لا توقع تفكر بقى في الاشعاعات اللي هتنفيها ويقولك وقد نفت الحكومة وقد نفت الحكومة وقد نفت الحكومة مش هقول بتنفي اكتر ما بتشتغل لانها عاملة مجهود جبار الحقيقة الوزارة والحكومة لكن يعني لو انت حكمت ضميرك ثانية انك ما تشتركش في ده لان اللي بيشارك في هذه الميليشيات مش كله ناس ابضى فيه ناس اللي هو بيقولك ايه الهوى الاخواني يقولك ناس ميالة طب انت حتى ما بيطلع لكش حاجة ما بيطلع لكش مكسب ولو بيطلع لك مكسب لازم تسأل نفسك هأكل عيالي مكسب حرام هأكل عمري في الايام اللي جاية مبادئ فاسدة